السلام عليكم كديري اللبس عليكم كنتمنى ما الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وانتم ما كتشوفوا هاد الفيديو هادا كيف ما كتشوفوا معايا ان شاء الله اليوم غدي نوجد معاكم بيتزا فريتي كتجي جيد رائعة زوينة بزاف يعني بيتزا مقلية كتجي غزالة ما كتجي الشارب الزيت كتجي بنينة وفنة غدي حماقوا عليها الوليدات دياكم كيف ما كتشوفوا هنا يا ولداتي ووليدات جارتي تهوما يا عجباتهم كيس حاولي ما غديش تعجبهم ساحماقوا عليها عجباتهم كدير وهم عنا بصحتهم ورحتهم وهنا ان شاء الله شوفوا شكل ديالها كتجي بنينة وزوينا وغدي ندود معاكم ان شاء الله باش نوجدوا المقادر اللي هي سهلة وبسيطة ما فيها شي حاجة ولكن رالبنة ديالة غزالة يعني معروفين بيها الايطاليين هاد البيتزا هادي والتمن ديالة كيكون غالي مني كتكون في شفاج طب حالها يعني حفل كيدروا حفل ولا شي حاجة كيبيعوها كتكون التمن ديالة غالية حيت فيها الخدمة زعمة وكتتقلى كتجي بنينة هنا غدي ندير نسس كيلو ديالة فورس يعني خمسمائز قرام من الدقيق الابيض لي تكون نوعية جيدة باش هكو تنجح معنا شحل ما كان الفورس زوين كتجي حاجة زوينة هنا را كنعود نعبار يعني بالميزان حط بصيل ديالة الصغير وكنعود نتأكد يعني ندرس خمسمائز قرام نسف كيلو من الدقيق الابيض وغني ندفع لي ملعقة كبيرة من الخاميرة الفورية ولا يمكن لكم ديروا عشرين قرام ديالة العجينة العجينة ديالة الخميرة المعجونة سمحوا لي ونصف معلقة كبيرة ديالة الملحة وثلاثة المعالق ديال الزيت الزيتون عرفتو كدجي فنيونة بزاف زوينة حاجينة ديالة فنيونة وغزالة هنا ان شاء الله غدي نعبار معاكم كل شي بالنسبة الناس اللي غدي شوفوها يبغوا يجربوها تجيهم سهلة حتى العبارة أتوليكم بالتدقيقين هنا ملفتن دير غا عيني ميزاني وقد نشاركها معاكم بش اللي بغي يديرها نجح معا ان شاء الله هنا الكاس اللول عامر التلقاع ديالة يعني تل فوق يعني عامر كاس اللولاني والكاس تاني كبيتهم بجوج والكاس الثالثة هو عامر حطيتو حدايا حتى هنجمع العجينة ونشوفش حلغة الدخلية ان شاء الله ديال الما هنا كنزيد من ذاك الكاس الثالثة بالشوية بالشوية وتنجمع العجينة كيف ما كتشوفو معايا تقريبا ما غديش يكون واصل نصف كاس ديال الما ما ما واصلش يعني اللي كبيتو نصف كاس قل من نصف كاس واللي غدي جيكم العبار قد قد عرفتو كدجيزوينا كدجيزوينا بزان كيزايا فغزالة وفنة هنا مضيش نعجنها معاكم بالعجانة باش هكا كل شي ان شاء الله يجرى بها وتنجح معاهم باش ما تقولوش لي يا راحد زع ما راح تدرتيا فالعجانة راد دلكات واعدية قد 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 نديرها بايد ديال وهاكا نعجنها معاكم واللي بغا هي وجدها راكا جيزوينا شوفوا معايا الخاليات كييولي علها هاد الشكل هادة شفتو الخالي ديالو مرخوف زوينة العجينة بفنة مرخوفة وكتلصق في الايد هنا راكا نوريكم يعني ما واصلش نصف كاس ديال الما حيث هنا كان الكاس عامر موين ما واصلش نصف كاس ديال الما ما واصلش هنا بغايت نكوب الزيت كبيت بكمية زيدة هنا كبيت زيت الزيتون ودرتها حتيتها تخمر ان شاء الله ونهنا وعمل فوق من تحت ونغطيها شوفوا راكا بدا تخمر ان شاء الله في بلاصة كتباليكم العجينة ديالها غزالة زوينة غدا نغطيها ونخليها ان شاء الله ساعتين حتى تخمر على خاطرات خليوها من ساعتين حتى تلت لا تتسويع غادي تجزوي ناش حال ما خليت واحدة لتتسويع تشي غزالة هنا غادي نغطيها بالسلوفين ما نخليش ما ندخل لي هالبرد نهائيا او انتم ما كتتفرجوا كيار لا يجازيكم بخير ما تنساوني شبو حد لايك ديالكم راكا تسجعناه اللايكات راه لي التسجيع فقط والله لي التسجيع فقط واللي كيخلي في حقي شي كومنتر كنقول لي شكرا لكم الله يجازيكم الله يكبر بيكم كيف ما كتكبروا بيدها ايما نحتى الكومنتر يعني التعليق مني كيكون زوين على حساب الفيديو راه كي يعجبناه وكيحفزنا هنا غادي ناخد واحد المقلة وغادي ندير فيها كمية ديال الزيت تقريبا محادثة المعالق ديال الزيت زيتون وغادي ندفع لي هم لاصوس طومات صافي وغادي نحط عليهم جوج ورقات ديال الحباق وغادي نحطوه يطيب على خاطره غادي ننقصو عليه وتنخلي وداك لاصوس طومات حتى كي يبقي يبقبق يعني يطبخ تكي يتقار ويدي واللي زوين وهنا على المساليت راه هو حطيته كي طيب حتى غادي نسالي كل شيء على خاطري وغادي ننظف كل شيء ما عاد باش ننظر نخدم يعني غايكون لاصوس طاب وهذا شوفوا العجينة ما شاء الله كيفاش كي تجي كتاجي واحد العجينة لي يزوينا دائما حتى نجموا العجينة ديالنا عاد باش نديرو الدقيق باش ما تدخلش لينا ما يدخلش لينا الدقيق الداخل هنا لساليت وغا تشوفني بندلت تريكو عفت ودك تريكو مردني في الخدمة ديالو قلت لي واحد جارتي لقد تتفرج فيه قلت لي وانا رخياطة عارلين خيطة ولك تحية لكم من النوع حق الله العديد فيه وبنتك ووليدك وامو الضار اللي يحفظكم سافيا انا قلت غا ديالبسة القاميجة كاجيني سارحة ساهلة في الخدمة غا ديالبسة دائما كتعرفوا راكين واحد حرارة ما شاء الله تبارك الرحمن كينصهد بزاف لله يرحمنا والله يخفى فعلينا يا ربي يا سيدة ربي هنا كيما كتشوفوا معي راك نديركو ورايس وغالباش اغنقول لكم شح الفهم من قرام درت اللي فيها خمسين قرام ودرت اللي فيهم مياز قرام على حاسب انتوما اللي بغايتوا ديرو من خمسين حتى المياه سافيا دول قياس ديالباش كتجيزوينا وكتطيب معاكم وكتجي كتتحطيتوا فيها لاصوس والحطيتوا في الطابلة كتجيزوينا وبنينا واللي كانة يعني وحيدة مقادة هنا سافيا دروري كنخدمو بالدقيق مني كنديرو مكورة تاكو سافيا ما كنخليهم لي الخمر ولا تنتشي حاجة من هنا را المقلع حطيتها كتسخون ولاصوس راه طاب سافيا وكمدا نقرس فيها بالاصابع ديالي وكن ما كتحتش يعني شي شي خدماء ساهلا ساهلا وقت لكم بنين زوينا بزاف الايطانيين را كيموتوا عليا وكيحماقوا عليا يعني ما كيدرواش وديروهم بزاف لسنوة ذاك الفجدة وتيشريوا يعني ذاك الحفل عال باش كيشريوا وكتعجبهم سافيا هنا كيف ما كتشوفو معي العجينة مرخوفة وزوينة بزاف وكنتقنديرها قبل اصابيع وكنسوسة كنهزة وكنسوسة باش دك الدقيق ما كيمشيش للزيت ويشيط لينا ويبقى عطي يعني رحت الحراق لا ضروري كما كتشوفو معي را كندير دقيق باش كنقرسة بالصبايعات ديالي ولكن كنسوسة ما كنخليش فيها الدقيق شوية ديال الدقيق كنحطو فيها صفي كيبلك بدي يشنشن يبق بقصع فيك تحرفو هر الزيت راسخونة ومزيانة وصالحة باشتقلهم ان شاء الله شوفو كنديرهم هاكا حتى كيبدو يتنفخو ديكل النفاخات يعني يتنفخو بحلاكوك وكنقابلهم حتى كيتحمرو كيجيو زوينين بزاف عد قابلوهم زيان توقفو حداهم حتى كياخدوا اللون ديالهم على هاد الشكل هادا كنبقوا نقابلهم ما كيهزو لزيت لوالو الشوغة هاد الكمية ديالزيت سكيلو ديال العجينة ديالبيزا يعني سكيلو راكو الشوذرت 500 جرام كاملا قليتها في ديك الكمية ديالزيت را ماشي كتير بزا صافي المهم كنعاود نأكد غير انكم تسوسوهم وغادي نستمر ان شاء الله وخليت هادا كلاسوس حتى كي طيب هنا را ملقيش كيفاش ندير الكاميرا يعني ملقيش كينبو حدي ما كيش راهز لي الكاميرا يوريكم وانا كنقليفة صافي هنا يراني غادي نستمر ان شاء الله حتى نستري الكمية كاملة ومين غادي نقليهم غادي نحطهم ان شاء الله نديرو شي ورق نحطهم في الشي التبسير اللي كيكون كبير ونجمعوهم فيهم كاملين لاصوس ديانا هو موجود وغادي نعمرهم على هاتشكل هذا كيف ما كتشوفوا معي حتى نعمرهم كاملين ونحطهم نستفهم وندير عليهم البرمجانو وغادي نزيرهم ان شاء الله بالحباق وفي الصحة والراحة شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي ورهبينين واضحين كي عبروا راسهم على راسهم كيجي وغزالين وليدات يحماقوا عليهم وحتى الوليدات اللي كانوا كالوهم معاهم ما كيسحبش لي رياكلوا يعني ديرهم معوضين على بيزا عادية كنا كنديروا اغلبية كنديروا البيتزا في الفران كنقولوا نودو نايدين ولكن هاتي البيتزا عاش مور ريحة عجباتهم بزاف وكالوها هنا هما كتشوفوا معي ضروري كتبغي البرمجانو ما كتبغي لا موزاري لا لا تشي فرماج اخر من غير البرمجانو ولا صوس اللي وجيت معاكم وكتزين بالحباق وكتكال بحلاقة تعشينا بها جزوين بزاف اللهم قديمها عدنا النعمة واحفظها من الزوال ما تنسوش ان شاء الله كنا كنديروا اغلبية كنديروا البيتزا في الفران كن وكتبغي البيتزا في الفيديو مع العائلات ديالكم والاصدقاء ديالكم وكتمنى شاء الله تعجبكم وما تقولوش يعني را مقلية را مزويناش ضروري مرة مرة را كنبغوش حاجة مقلية يعني را قلت لكم را كتبع را كتبع بثلاثين درهم الوحدة يعني ثلاثة اورو باش كتبع هذي الوحدة يعني را حيت هي غالية يعني هما كتعرفوا خدمة اليد كتكون عندهم شوية صعيبة يعني كي 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 مش غنقول لكم كي كي شرفوا يعني خدمة ديال ايد فهمتو فوصل الحاجة اللي تصيبت بحالة كو ديال الضار ماشي ديال الزنقة يعني كتكون عنده وحد الشان هاد شي اللي كيل شكرا لكم شكرا لدعم ديالكم اللايكات ديالكم والناس ديسولوا فيي البارح ما بارتاجيت معكم الفيديو كنتي عيانة عفتو كان واحد صهد واحد صهد استو ثلاثين دراجة تصوروا مع الثمانية تلعشية استو ثلاثين دراجة الله مرحمنا يا ربي يا سيد ربي وغا وصلت ديك تسعو دلارو يعني ثمانية تسعو دلارو تسعو د ونص قلوا لي الدريات ما ما دينا ناكلوا الجيلاتو غيروا صندق لوقيتها سبحان الله العظيم عرفتو كان سمعو الشراجم كيت ردسو جات واحد الواحد البرد مجهد خيب وشتا وبعها سيفتو سبحان الله العظيم شوفوا تبارك الله كجيزوينا كجيبنينا ونفي الجميل داخرك وكتشوفو هباينا الدراجة يكلوا فيها عجباتهم ونسونا جمعنا وخرجنا كلنا الجيلاتو تنشاء الله غدا نبارتاجي معاكم الفيديو وغدي نكمل معاكم يعني فيه معايا الدريات ما بينيش ولكن كينين معايا يالا بسلام عليكم وشكرا لكم خليت لكم الراحة